أرجعنا لكم بالفيديو الثاني من إجراءات تقديم امتحانات أمريكا والهجرة إلى أمريكا للممرضين خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قطر من قناتي المذكرات الممرض نتكلم فيها عن التمريض وعن الهجرة وعن كل شيء بتكوية المهم هذا الجزء الثاني من إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين بالتحديد كلمنا بالفيديو الماضي عن أول عشر خطوات اللي هي المرحلة الأولى من تقديم إجراءات الهجرة واليوم رح نتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي الخطوات من 11 إلى 24 تقريبا قدمت بتاحنا الإنكليكس ونجحت فيه بعد هيك شو رح تسوي قبل ما أكمل كلامي لاحظ أنه احنا في هذا الفيديو بالذات نتكلم عن الممرضين اللي بقدموا للهجرة من خارج أمريكا أما أنت فلو أنت أمريكي أو معك إقامة أو جنسية جو أمريكا وموجود داخل أمريكا فإلك إجراءات ثانية خالص إحنا ما بنتكلم عنك بتقدر تتوكل على الله الله معك لأنه إجراءاتك بيسموها adjustment for status مش immigration أنت بس تعديل وضع مش هجرة من بلد لبلد عشان تدخل في هاي المرحلة تبلش فيه نقطة 11 فما بعد أنت لازم تكون ناجح في امتحان الإنكليكس لكن يجب أن تنجح في امتحان للغة قبل المقابلة في أكثر من امتحان للغة معتمد لأمريكا راح أحكي عنهم كمان شوي لكن المهم أنه لازم يكون معك إنكليكس بعض الناس بيقدموا امتحان اسمه CGFNS اللي هو امتحان مزاولة المهنة للناس اللي درسين تمريض برأ أمريكا هيك معناه الفلبنيين مثلا هيك بيعملوه تقدر تأخذ هذا الامتحان وتدخل على المقابلة على أساسه لكن لما تصل أمريكا مش راح تشتر لأنه أنت مش ناجح نكليكس في الفلبين هيك بيعملوه باختصار هذا الامتحان إذا عمرك ما سمعت فيه لا تدور عنه لأنه مش لازم إلك مدام أنت نجحت إنكليكس معناته ما بلزمك أنت لازم تقدم يا هاضي يا هاضي الخطوة رقم 11 بدك تجيب شهادة الميلاد تبعك وإذا أنت متجوز شهادة بلاد الزوجة والأولاد كل هذا بتطلعه من نفس الأحوال المدنية بالإنجليزي وبتسلمه لشركة الهجرة لو أنت متجوز بتجيب شهادة الزواج وبتترجمها أو بتصدرها بالإنجليزي ولو أنت مطلق برضو بتجيب شهادة الطلاق وبتترجمها بالإنجليزي وبتسلمهم إياها أنا شخصية كلفتني ثلاث دنينية لكل ورقة بالفترة هاي يفضل إنك تقدم امتحان اللغة سواء بالفترة هاي أو بعد الفترة هاي وضبنيا كل ما تأخرت بيكون أحسن كمان شوي بحكي لك ليش طبعا في أكثر من امتحان لغة معتمد لأمريكا ممكن تقدم آيلتس بطلبوا منك معدل 6.5 بكل جزء من أجزاء الامتحان مع عدل سبيكنك 7 وبطلبوا منك 6.5 معدل عام ممكن تقدم تويفل ممكن تقدم OET وهو أسهل شوي من الآيلتس ممكن تقدم BTE هذا طلع جديد وصار معتمد جديد لأمريكا وبرضو أسهل بكلف أكثر بشوي لكنه أسهل يعني بطلبوا فيه 55 من 90 الآيلتس بطلبوا 65 أو 6.5 من 9 يعني باعتبار أنا قدمت الآيلتس لكن على أيامي ما كانش طالع الBTE الخطة 13 بتعبد طلبات التالية في طلب لدائرة الهجمة في طلب توظيف بالمستشفى اللي هو الامبلوير ووركشيت هذا الاجنسي نفسها بتبعث لك إياه رقم 3 بتعمل CV إليك حسب الفورمات تبعهم إذا كنت أنت شغال يعني عندك خبرة من قبل ما تقدم لأمريكا فلازم تعمل CV ولو كنت شغال من سنوات طويلة على الأقل بدك تسجل فيها آخر 10 سنوات وين اشتغلت وين كنت وين راحت هاي CV بتفيدك أنه تعطيها لشركة التوظيف الشركة بتقدمها لمستشفى بتدور لك عشي قل في نفس الوقت لقدام في طلب بدك تعبيه أونلاين الطلب هذا بدل ما تنجل من الورق تبعك بدك تنجل من CV أسهل لك يعني تاريخ ميلادك موجود بال CV بدل ما روح أدور على الهوية أو شهد الميلاد بنجل من هاي وهكذا أهم شيء بال CV كل المعلومات تكون دقيقة عنوانك بدك تكتبه بالتفصيل رقم الشارع رقم البيت رقم الطابق رقم الشقة الرمز البريدي مهم جدا الجامعة اللي تخرجت منها بتذكر أنت دخلت الجامعة أي يوم أي شهر أي سنة إذا عرفت وتاريخ التخرج بالضبط طبعا في أمريكا هم بكتبوا الشهر بعدين اليوم بعدين السنة لما تكتب الخبرة بدك تكتب صاحب العمل أو اسم المستشفى عنوانه اسم الشارع اسم المدينة رقم الهاتف الأرضي على الأقل الرمز البريدي للمؤسسة ولما تكتب في المعرفين اسم مسؤولك المباشر اكتب ولا تخاف وحط رقم تلفونه ويميله ما حد راح يرين عليه بس لازم تكتبه في السي بي طب لو مسؤولي استقال بعد ما أنا استقلت انت بتقول لي آخر عشر سنين خبرة لنفرض أنا اشتغلت في مستشفى معين من 2017 ل2018 مثلا وبعدها بسنة أنا استقلت بعدها بكمان سنة مسؤولي استقال أكتب اسمه ليش بتكتب اسم مسؤولك اللي كان مسؤولك هناك كرفرنس أو معرف وبتحط جنبيه رقم التلفون تبع المستشفى الأرضي مش رقم موبايل لمسؤولك الخطوة 14 بترسل الأوراق التالية إلى المحامي اللي بيدققها وبيبعتها إلى دائرة الهجرة بتبعت له ورقة النجاح بالإنكليكس بتبعت له شهادة الجانع وكشف العلامات اثنين بالإنكليزي بتبعت له شهادات الميلاد إلى كل الزوجة وللأطفال بالإنكليزي وبتبعت له شهادة الزوج بالإنكليزي ولا تنسى أنه الاسم هو نفس الاسم في كل الأوراق هاي مش تكون إي هون وآي هناك والقصص هاي رقم 15 تتذكر لما قلت لك الفيديو الماضي أنه فيه شيء اسمه كريدينشال إفالواشن بين عمل مرتين هون في خطوة 15 بتعمله لمرة ثانية لأنك أول مرة أعملته عشان الامتحان ثاني مرة رح تعمله عشان السفر أنا كلفني 540 دولار فيه شركتين في أمريكا بيعمل كريدينشال إفالواشن اللي هو نفسه داتافلو تبع دول خليج يا أما شركة سي جي اف اناس يا أما شركة جوزيف أنتسلي اللي هي أنا عملت عن طريقها بعد ما يتأكدوا أنه كل ورقك تمام بيبعطوا لك ورقة اسمها فيزا سكرين اللي هي معناته أنه ورقك وصلنا شهاداتك مش مزورة أمورك تمام استلنا مكالمة أو إيميل من السفارة تعرف أنت مقابلتك تاريخ الفيزا سكرين مهم جدا جدا ليش الفيزا سكرين تصدر خلال سنتين من حصولك على امتحان اللغة مثلا آيلتس أو غيره وتاريخ المقابلة لازم يكون خلال خمس سنوات من تاريخ الفيزا سكرين عشان هيك في ناس كثير بيسألوه طب أنا مثلا لسه ما طلع الفيزا سكرين أقدم الآيلتس هسه مش مشكلة يقدم المهم أنه الفيزا سكرين تطلع بعد امتحان اللغة بسنتين بعد السنتين ما طلع لك فيزا سكرين بتعيد امتحان اللغة لكن تاريخ المقابلة ما بهمك تاريخ امتحان اللغة لو رحت على المقابلة بعد امتحان اللغة بأربع سنين عادي بس المهم يكون بعد الفيزا سكرين بأقل من خمس سنوات بعد المحامي ما يدقق الطلبات وكل إشي تمام بحوالي ثلاث شهور رح يوصلك إيميل من المحامي في وصل من السفارة نفسها أو من الـ NVC دائرة الهجرة وصل تفيد السفارة إنها استلمت أوراقك اسمه الـ I-797 في ثالث أو رابع سطر إيش اسمه الـ Priority Date هذا الـ Priority Date بتحفظه زي اسمك الـ Priority Date اللي هو التاريخ اللي ورقك وصل فيه للسفارة الأمريكية لأنه كل شهر بيطلعوا نشرة بيسموها الفيزا بالتين في النشرة هاي بيقول لك الناس اللي Priority Date تابعهم مثلاً قبل الـ 1-7-2024 راح يقابلوا الشهر الجاي لازم تعرف إيمتى الـ Priority Date تابعك مجرد معرفة إيمتى الـ Priority Date تابعك معك من 6 لـ 8 شهور تختلف من بلد لبلد بعدها تعرف متى مقابلتك طبعاً في بلاد المقابلات فيها سريع في بلاد بطيئة حسب عدد الناس المتقدمين للمقابلة ولعلمك أسرع مقابلة في العالم السفارة الأمريكية بالدوحى في قطر برجع وبذكرك أنه ترتيب الخطوة ربما يختلف من إنسان للثاني يعني في ناس طلع له فيزا سكرين ولسه مش عامل امتحان لغة في ناس عمل امتحان لغة وقعد سنتين وانتهت مدته لسه مش طلع له فيزا سكرين في ناس عبت طلب وهو مش طلع له فيزا سكرين في ناس طلع له فيزا سكرين قبل المقابلة بيوم في ناس راح المقابلة وهو مش عامل مش عارف إيه فلا تخربت حالك بالناس وكل واحد يقول لك لأ أنا هاي عملتها هيك وهي عملتها أول شي مش آخر شي أنت إلك بالمعاملة تابعك لأنه كل معاملة إلها خصوصية بعد 6 إلى 8 شهور رح يوصلك إيميل من دائرة الهجرة بيقولولك ادخل على هذا الرابط ادفع رسوم تعبئة طلب الهجرة اللي هو DS260 وبعد فترة أكم يوم بيبعتوا لك إيميل إنه وصلنا المصاري كل شيء تمام بتقدر تعبي طلب الهجرة نفسه طلب الهجرة لازم تكون دقيق جدا فيه ولازم تعبيه وتتأكد أنه كل معلومة فيه صح الأسماء بالحرف تنقولها زي ما هي في جواز السفر يعني إذا بدل الإي آي كتبت خلاص الطلب ارتفض الطلب طويل جدا رح تعب يمكن 14 أو 16 صفحة إلك وزيهم للزوجة وزيهم لكل واحد من الأولاد وفي النهاية أوعى تكبس سبمت بتعب الطلب آخر صفحة آخر كلمة في آخر صفحة تكبس تقديم ممنوع تحكي مع المحاملة تبعث له إيميل بتقوله الطلب جاهز بس راجع ليا لأنه أنت أصلا كل ورقة وكل شهادة من شهاداتك عنده نسخة فبيقدر يتأكد من اسمك صح تاريخ ميلادك صح رقم تلفونك صح عنوانك صح وبعدين هو بيكبس على كلمة قدم الطلب بتعب الطلب الطلب نفسه بكلفك 800 دينار زائد أنه كل واحد من أفراد الأسرة رح تدفع عنه 250 دينار تقريبا في بعض شركات اللي هجرة بتقولك شخص على حسابنا والباقي على حسابك في شركات بتقولك اثنين على حسابنا واثنين على حسابك فبتفرج لما يقبلوا الطلب يمكن بعد شهرين ثلاث بيبعتولك إيميل مكتوب فيه أنه شو هي الوثائق اللي لازم تجيبها لما يصير فيه مقابلة بالسفارة يعني شو هي الوثائق الحكومية اللي لازم تجيبها معك رح يجيك إيميل مكتوب فيه لما تيجي على السفارة جيب معك كذا 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 هذا فيديو لقدام رح أقول لك مقابلة السفارة كيف بتصير شو إجراءاتها وشو لازم تأخذ لها ورق بعد بفترة رح يجيك إيميل أنه الورق اللي وصلهم انقبل كله تمام ما فيه أي ورقة فيها مزورة استنى بس إنت موعد المقابلة وهذا الإيميل بسموه documents qualified أو DQ بعد هيك أمورك تمام ورقك جاهز مظلش يعرف متى مقابلة السفارة فيه إشي اسمه الفيزا بولتين كل 15 أو 16 أو 17 الشهر بتطلع نشرة على موقع الخارجية الأمريكية بتطلع نشرة بسموها الفيزا بولتين موجود فيها تقريبيا موعيد المقابلة للناس اللي مقدمة معظم الناس حوالين العالم احنا ما بنتكلم عن بلدك بس معظم الناس بتكون مقدمة من سنين في الهند مثلا بيكون صالة مقدمة 14 سنة عادي جدا فبتلاقي نشرة العط انه مثلا اللي مقدم على فيزا قرعة الشهر الجاي اللي موعده أو البروريتي ديت تبعه قبل 11 2021 راح يقابل اللي مقدم على فيزا عمل مثلا اللي عنده بريوريتي ديت قبل 17 2022 الشهر الجاي راح يقابل وهكذا فانت لازم تضلك حافل لبروريتي ديت تبعك زي اسمك تفتح على الفيزا بولتين كل شهر ثالث سطر اللي هو ثيرد لانه الفيزا اللي انت طال عليها اسمها EB3 تحت بند ثيرد بتشوف القررة اللي انت ساكن فيها شو البروريتي ديت الاقرب اليك وبتقدر تتوقع انه جربت المقابلة ولا لا او بكل بساطة استنى انهم يبعثوا لك ايميلك انه مثلا كمان شهر مقابلتك باليوم الفلاني بالساعة الفلانية وخلص زي ما قلتلك اسرع سفارة بالعالم هي السفارة الامريكية بالدوحة بالنسبة للدول العربية برضو اسرع سفارة السفارة الامريكية بالدوحة ثم الكويت والبحرين وعمان بيجي بعديهم الدور اطولة شوي في السعودية والامارات والاردن واصعب اشي الوضع في مصر لانه كل الدنيا بدها تهاجر ولاحظة الناس اللي في الامارات بيقولوا لك الفلبينيين والهنود بأخرونا يعني لانه في ناس كثير وفي طلبات كثير في السفارة فانا كعربي دوري بتأخر هذا الحكي كان زمان لكن حاليا اتغيرت القوانين وصار انه كل سفارة في كل بلد بنعطالها عدد تأشيرات او فياس بعينة ممنوع تعطي اكثر من 7% من كل بلد تأشيرات فلو الفلبين كلها 120 مليون انسان قدموا للسفارة الامريكية في ابو ظبيع سبيل المثال هم رح يقولوا لك احنا معنا 1000 فيزا ممنوع نعطي اكثر من 70 لسكان او مواطنين الفلبين رايح رأسك ما حدا بأخرك رح يوصلك ايميل احددولك موعد المقابلة في السفارة الا اذا في ريترو جريشن زي ما صار معنا احنا اجينا ريترو جريشن صار في ظروف معينة جوا السفارة نفسها وتأخرنا حوالي سنة ونص وحنا اصلا وراجنا جاهز الخطوة 22 الخضوع للفحص الطبي كل سفارة امريكية في الدنيا في عيادة او اثنين او ثلاث او اربعة مرتبطين فيها وهم معطين الاطباء في هاي العيادات او المستشفات الخاصة تدريب مختص كيف تعمل الفحص الطبي الخاص بالناس المتقدمين للسفارة وهذه الخطوة بالذات لكل المتقدمين الى الهجرة الى امريكا سواء عمل سواء سياحة سواء زيارة سواء استثمار علاج دراسي شو ما كان المفروض انه الفحص الطبي بكلفك 170 دولار لكل فرد بس طبعا كل عيادة او كل مستشفى بده يربح له 10-20 دينار فعمل حسابك انه 200 دولار على الاقل لكل فرد انا شخصيا عندي ثلاث اولاد احنا خمس اشخاص دفعت حوالي 6500 ريال قطر يعني حوالي 1300 دينار على الخمس اشخاص برضو هذا الفحص رح اعطيك تفاصيل المملة في فيديو اجراءات المقابلة او في فيديو كيف تروح المقابلة كيف تجهز للمقابلة المفروض هذا الفحص تعمله لما تعرف متى مقابلتك تعمل هذا الفحص قبل المقابلة باسبوعين او ثلاث قل لي ليش لانه لما انت تنقبل في المقابلة ويعطوك فيزا وضايل 6 اشهر يا بتسافر على امريكا يا بتلتغى الفيزا الفيزا هاي تعطى اليك ابتداء من تاريخ الفحص الطبي مش من تاريخ المقابلة فما بنفع تعمل الفحص الطبي قبل مقابلة خمس شهور لازم تكون قبل اسبوعين او ثلاث فبالتالي بعطوك فيزا صالح على مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ الفحص الطبي وليس تاريخ المقابلة نفسها رقم 23 بتروح وبتحضر المقابلة لازم تروح انت وزوجتك واطفالك هي قائمة بالاوراق والشهادات لازم تاخذها معك برضو راح حكيلك عنها في فيديو ثاني لا تجلق معظم الاسئلة راح تكون عنك انت وين درست متى تخرجت وين اشتغلت اكم سنة خبرتك اذا انت مثلا اردني بتشتغل في السعودية راح اقول لك هون في السعودية انت وين تشتغل قديش صارلك في السعودية هل في بلاد اقمت فيها اكثر من 6 شهور لانه اي بلد اقمت فيها اكثر من 6 شهور بدك تجيب منها عدم محكمية راح يسألك انت في امريكا وين رايح اي ولاية اي مدينة اي مستشفى ما انت بتكون موقع عقد قبل المقابلة بشهر وين بدك تشتغل باي مستشفى باي قسم قديش العقد اللي عطوك اياه قديش المرتب فيه بالسنة قديش المرتب بالساعة بيكون ضحكين عليك لما انتفكتوا انتوا اتفكتوا بالعقد اكم يوم اجازة سنوية بيطلع لك بالشهر وهكذا طبعا معظم الناس بتقول انه المقابلة شكلية المقابلة سهلة جدا المقابلة من 3 ل 5 دقايق بالكثير وانت هيك هيك مقبول الا اذا في ورق انت ما جبته او زورت ورق او كذبت بمقابلة اهم نقطة انك تخليهم يحسوا بانك رح تدخل امريكا وعمرك ما رح تطلع منها بعكس كل انواع الفيزا الثانية لانه الفيزا اللي انت مقدم عليها اسمها هجرة بمعنى انه انت مستغني عن بلدك ورايح هناك عشان تشتغل تاخد جنسية وتفيد البلد وما تطلع منها فما بنفعي تقول له انا بدروه هناك سنتين او ثلاث بينما سد ديوني او بينما صير معاي حق بيت او سيارة وارجع على بلد الام رح تنرفض رسوم الفيزا بتطلع تقريبا 345 دولار امريكا عن كل فرد من افراد الاسرة وهذا الرقم بالذات موجود على موقع الخارجي الامريكي ما حدا يناقشني فيه المهم في نفس المقابلة اخر كلمة بيقولك اياها يا اما انت انرفضت يا اما انت انقبلت في نفس الوقف وانت واقف فلو وافقوا عليك رح اقول لك خلي الجوازات السفر عندنا بعد يومين نبعتلك اياهم في بريد اراميكس وكل واحد عليها الفيزا الفيديو الجاي رح اقول لك المرحلة الثالثة من التقديم الامريكا اللي هي من لحظة ما تطلع بالطيارة الى ان توصل هناك وتستلم شغلك لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشترك بالقناة فعل زر الجرس وخليك معنا فعل زر الجرس اتأكد انه اقول يعني كل الاشعارات رح تيجيك وعشان يوصلك جديد لنا اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة